بسم الله الرحمن الرحيم هذا نظام التشغيل الويندوز الذي انتشر بشكل كبير انتشر نارف الهشيم واسع لاستخدام علينا أن نعرف ما هي مراحل تطوره إذن عزيز الطالب نهاية هذه الوحدة ستكون قادر على التعرف على مراحل تطور نظام التشغيل ويندوز كنبذة تاريخية التعرف على مميزات نظام التشغيل ويندوز 10 بالإضافة إلى التعرف على إصدارات نظام التشغيل ويندوز 10 بسم الله نبدأ تطور نظام الويندوز تم تقديم نظام التشغيل ويندوز الخاص بشركة مايكروسوفت لأول مرة في عام 1985 وكان أنذاك تطبيق من التطبيقات أي أنه ليس نظام تشغيل قائم بذاته في تشغيل الجهاز اعتمد على تشغيل الجهاز في نظام دوس شاهدوا مايكروسوفت ويندوز 9 إصدارات رئيسة من إصداره الأول في عام 1985 بعد أكثر من 29 عاما يبدو ويندوز مختلفا تماما ولكنه مألوف إلى حد ما مع العناصر التي نجت من اختبار الزمن بمعنى أن هناك عناصر تطورت ولم يتم الاستغناء عنها وزيادة قوة الحوسبة ومؤخرا التحول عن لوحة المفاتيح والماوس إلى شاشة اللمس نستعرض تاليا نظرة موجزة على تاريخ ويندوز منذ ولادته على يد بيل جيتس مع ويندوز 1 حتى أحدث إصدار ويندوز 10 وفي وقت هذه المحاضرة نقول أن هناك ويندوز 11 أيضا قيد الإصدار أو قد نزل إلى الأسواق ويندوز 1 هذا هو المكان الذي بدأ فيه كل شيء لنظام ويندوز تم إصدار ويندوز الأصلي في نوفمبر 1985 ويندوز 1 وكان أول محاولة حقيقية لشركة مايكروسوفت لواجهة مستخدم رسومية في 16 بيت في محاولة منها لمنافسة أبل قدت تطوير مؤسس شركة مايكروسوفت بالجيتس وتم تشغيله كتطبيق واجهة من نظام تشغيل MS-DOS بمعنى أنه عندما يعمل الجهاز أو عندما تشغيل الجهاز نبدأ بنظام التشغيل DOS ومن داخل نظام التشغيل DOS نقوم بتشغيل التطبيق ويندوز 1 وهو أيضاً انترفيس أو واجهة لنظام تشغيل DOS بمعنى أنه يقوم بكل ما يقوم به نظام DOS ولكن من واجهة مستخدم رسومية اعتمد ويندوز 1 بشكل كبير على استخدام الماوس قبل أن يكون الماوس جهاز إدخال كمبيوتر شائعاً قامت مايكروسوفت بتضمين لعبة Reversi التي تعتمد على التحكم في الماوس وهي هذه اللعبة ليس لوحة المفاتيح لتعويض الأشخاص على تحريك الماوس والنقر فوق عناصر الشاشة هذا المنهج انتهجته شركة مايكروسوفت لتعويض الناس على استخدام الماوس عن طريق رحفزهم بلعبة ما ويندوز 2 بعد عامين من إصدار ويندوز 1 استبداله نظام التشغيل ويندوز 2 في ديسمبر 1987 كان الابتكار الكبير لنظام التشغيل ويندوز 2 أن النوافذ يمكن أن تتداخل مع بعضها البعض كما قدم أيضاً القدرة على تصغير النوافذ أو تكبيرها بدلاً من وضع الرموز أو تكبير تم تقديم لوحة التحكم كما نرى هنا حيث تم جمع إعدادات النظام المختلفة وخيارات التكوين معاً في مكان واحد في نظام التشغيل ويندوز 2 ولتزال قائمة حتى يومنا هذا ظهر مايكروسوفت وورد وإكسل أيضاً لأول مرة يعملان في ويندوز 2 ويندوز 3 تم إطلاقه في عام 1990 وقد تطلب محرك أقراص ثابتة كان ويندوز 3 هو إصدار الأول الذي شهد نجاحاً أكبر على نطاق واسع بمعنى أن ويندوز 1 ويندوز 2 لم يكن بذلك الانتشار وعتبر منافساً لما كنتش أبل الذي يأتي بواجهة مستخدم رسومية Graphical User Interface لنظام تشغيله وتطبيقاته قدم ويندوز 3 القدرة على تشغيل برامج MS-DOS في ويندوز بشكل كامل ويدعم تعدد المهام ويدعم 256 لوناً مما يطفي مظهراً أكثر حداثة وملونة على الواجهة قدمت لعمة الورق سوليتير كوسيلة للتدريب على استخدام الفأرة نلاحظ نفس المنهج ويندوز 3.1 تحديث على ويندوز 3 يحتوي كل من ويندوز 1 وتوع على تحديثات إصدار نقطي لكن ويندوز 3.1 الذي تم إصداره في عام 1992 كان ملحوظاً لأنه قدم خطوط نص حقيقية بما جعل ويندوز نظاماً أساسياً للنشر قابل للتطبيق لأول مرة بمعنى أن الخط لا يحتاج أن يكون بشكل نقطي بيكسلز ولكن الشكل الحقيقي الذي يمكن أن يتابطه بخط اليد يتطلب 3.1 ويندوز 3.1 1 ميجا بايت من ذلك الكلوس العشوائي للتشغيل ويحتاج فقط ما بين 10 إلى 15 ميجا بايت على محرك القرص الصلب وظهرت لعبة كاسحة الألغام لأول مرة وهو أول ويندوز يتم توزيعه على قرص مضغوط ويندوز 95 وصل ويندوز 95 للأسواق في أغسطس 1995 وقدم أول ظهور لزر إبدأ وقائمة إبدأ وهو أول نظام تشغيل نقوم بتشغيل الجهاز من خلاله قدم مفهوم التوصيل والتشغيل بمعنى أنك تستطيع أن توصل الجهاز طرفي ويقوم ويندوز 95 بالتعرف عليه ليجد نظام تشغيل برامج التشغيل المناسبة له ويجعله يعمل رغم أن هذه الفكرة لم تنجح دائماً في الممارسة العملية بمعنى 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 ككونسب كان موجود كمفهوم كان موجود في ويندوز 95 ولكنه ككفاءة في العمل لم يكن بذلك الكفاءة ولكن تم التغلب على هذه النقاط في الإصدارات التالية قدم ويندوز 95 أيضاً بيئة 32 بيت وبالتالي شريط المهام وركز على تعدد المهام وظهر إنترنت إكسو بلورر متصفح الإنترنت أيضاً لأول مرة على نظام تشغيل ويندوز 95 ويندوز 98 تم أصداره في يونيو 1998 مبني على ويندوز 95 مع تطبيقات جديدة مثل إنترنت إكسبلورر 4، أوتلوك إكسبرس، ويندوز أدريس بوك، مايكروسوفت شات ونتشو بلاير كل هذه التطبيقات ملحقة بويندوز قدمنا ويندوز 98 أزرار التنقل للخلف وللأمام وشريط العنوين في ويندوز إكسبلورر وتحسين دعم يونيفيرسل سيريال باس كثيراً في نظام تشغيل ويندوز 98 وأدى إلى اعتمادها على الانطاق واسع بما في ذلك لوحات وصل يو أس بي واجهزة ماوس يو أس بي بمعنى أن دعمه ليو أس بي دعم توصيل أجهزة أكثر مع نظام ويندوز ويندوز ميلينيوم هو يعتبر نقطة انخفاض في سلسلة ويندوز بسبب بطئه وفشله في التثبيت بشكل صحيح وكونه سيئاً بشكل عام كان ويندوز ميلينيوم أديشن آخر ويندوز يعتمد على أم أس دوس الأخير في سلسلة ويندوز 9 أكس يعني 95, 98, 9 أكس تم أصداره في سبتمبر 2000 كنظام تشغيل موجه للأفراد مع نظام تشغيل ويندوز 2000 الذي يستهدف سوق المؤسسات وقدم أدوات استرداد النظام المؤتمة ظهر كل من إنترنت إكسبلورر 5.5 ويندوز ميديا بلاير 7 ويندوز موفي ميكر لأول مرة مع الإكمال التلقاء أيضاً في ويندوز إكسبلورر ويندوز 2000 كما ذكرنا تم إطلاق ويندوز 2000 وهو الإصدار التوأم من ويندوز ميلينيوم كإصدار المؤسسات في فبراير 2000 كان يعمل على نظام مايكروسوفت الموجه للأعمال ويندوز نتوورك أصبح فيما بعد أساساً لنظام التشغيل ويندوز إكس بي الذي نذكره لاحقاً ولعب التحديث التلقائي من مايكروسوفت دوراً مهماً في ويندوز 2000 ليصبح أول ويندوز يدعم وضع الإثبات هايبر نيشن بمعنى أنه يطم إطفاء الجهاز وتبقى المعلومات في الذاكرة مخزنة في منطقة مؤقتة في القرص الصلب إلى حين تشغيل الجهاز مرة أخرى يتم استعادة هذه البيانات من القرص الصلب إلى الذاكرة الرئيسية ليكمل المستخدم من حيث توقف ويندوز إكس بي يمكن القول أن ويندوز إكس بي هو أحد أفضل إصدارات ويندوز وقد تم إصداره في أكتوبر 2001 شمل سوق الأفراد والمستثمرين تحت صقف واحد كان يعتمد على ويندوز أنتي مثل ويندوز 2000 لكنه جلب العناصر الصديقة للمستهلك من ويندوز ميلينيوم إذن بعد الإخفاق الذي مني به ويندوز ميلينيوم أتى ويندوز إكس بي ليعوض عن هذا الإخفاق حصلت قائمة إبدأ وشريطة المهام على إصلاح بصري شامل تم تحسينه بشكل كبير مما أدى لظهور زر البدء الأخضر من الألوف وشريطة المهام الأزرق وورق الحائط فيستا بالإضافة إلى العديد من التأثيرات المرئية والظل نكمل في ويندوز إكس بي تم تقديم كلير تايب الذي تم تصميمه لتسهيل قراءة الناص على شاشات الأل سي دي وتم تقديم النسخ المدمجة للقرص المضغوط والتشغيل التلقائي من الأقراص المضغوطة والوسائط الأخرى كما تم تقديم العديد من أدوات التحديث التلقائي والاسترداد التي تعمل بالفعل على عكس ويندوز مليون ويندوز مليون كان أطول نظام قد تشغيل شهد ثلاثة تحديثات رئيسية ودعما حتى أبريل 2014 بما يعني 13-13 عاما كانت أكبر مشكلته هي الأمان على الرغم من احتوائي على جدار حماية مدمج فقد تم إيقاف تشغيله افتراضيا واستغل المتسللين والمجرمين عيوب الأمان خاصة في تطبيق انترنت إكسبلورر بعد ويندوز اكس بي ظهر ويندوز فيستا بالرغم من استمرار ويندوز اكس بي ما يقرب من 6 سنوات بعد استمراره من 6 سنوات تم استبداله بويندوز فيستا في يناير 2007 ومع ذلك استمر كثر في استخدام ويندوز اكس بي حتى بعد ظهور ويندوز فيستا قام فيستا بتحديث شكل ومظهر ويندوز مع التركيز بشكل أكبر على عناصر الشفافة والبحث والأمان كان بطيئا وأثقل كاهل المستخدم بمئات الطلبات للحصول على ذنات التطبيق ضمن التحكم على حساب في حساب المستخدم وذلك كنتيجة مبادرة كنتيجة لمبادرة الحوسبة الجديرة بالثقة والتي تعني الآن أنه يتعين على المستخدمين الموافقة أو رفض محاولة البرامج لإجراء تغييرات مختلفة وهذه المبادرة ظهرت كمعالجة لمشكلة الأمن التي ظهرت في ويندوز اكس بي كان يعمل ببطوء على أجهزة الكمبيوتر القديمة ووصف أنه أسوأ من ويندوز ME أو ويندوز مليونيوم إديشن وهذا يبين سبب استمرار ويندوز اكس بي لفترة أطول بالرغم من وجود ويندوز فيستا شهد هوات ألعاب الكمبيوتر دفعة من تضمين فيستا لتقنية DirectX 10 وظهر ويندوز ميديا بلاير 11 وإنترنت اكس بلور 7 لأول مرة إلى جانب برنامج ويندوز ديفندر لمكافحة برامج التجسس وتضمن فيستا أيضا التعرف على الكلام وويندوز دي في دي ماكر وفوتو جالري أول ويندوز يتم توزيعه على قرص دي في دي ويندوز 7 تم أصدار ويندوز 7 لأول مرة في أكتوبر 2009 وكان القصد منه إصلاح جميع المشكلات والنقض لفترة حيث كان أسرع وأكثر استقرارا وأسهل في الاستخدام تم إجراء تعديلات طفيفة على مظهرية والتركيز على الميزات سهلة الاستخدام وأصبح نظام التشغيل ويندوز 7 الهدف لتركية أنظمة التشغيل معظم المستخدمين والشركات إليه من الأنظمة السابقة مثل فيستا وإكس بي وظهر التعرف على الكتابة اليدوية لأول مرة في ويندوز 7 بمعنى أنك تكتب على الشاشة بواسطة دوح خاص ويتم تحويل هذه الكتابة إلى نص مطبوع إضافة القدرة على محاذات النوافذ إلى أعلى أو جوانب الشاشة مما يسمح بتغيير حجم النافذة تلقائيا بشكل أسرع وسوف نرى هذه النقاط كلها عندما نقوم بشرح ويندوز 10 ويندوز 8 تم إصداره في أكتوبر 2012 وكان التغيير فيه جدريا لواجهة ويندوز حتى تخلص من زر وقائمة إبدأ لصالح شاشة ستارت أكثر سهولة في اللمس شاهدت الواجهة المبلطة الجديدة أيقونات البرامج ومربعات الحية وللتعرض معلومات سريعة مرتبطة عادة بعناصر واجهة المستخدم لتحل محل قوائم البرامج والرموز كان لا يزال يتم تضمين سطح المكتب والذي يشبه ويندوز 7 وكان ويندوز 8 أسرع من الإصدارات السابقة من ويندوز وشمل دعم لأجهزة USB 3 الجديدة والأسرع بكثير تم تقديم متجر ويندوز الذي يقدم تطبيقات ويندوز عالمية تعمل في وضع ملء الشاشة فقط ويمكن تثبيت البرامج من جهات خارجية مثل الإصدارات الأخرى من ويندوز ولكن يمكنهم فقط الوصول إلى واجهة سطح المكتب تقليديا لنظام ويندوز حاولت مايكروسوفت في نسختها ويندوز 8 الساير في خط رفيع بين دعم الشاشة التي تعمل باللمس ومستخدمي سطح المكتب ولكن للأسف لم يرحب الكثيرون بالإصلاح الجذري حيث أن مستخدمي سطح المكتب في النهاية يريدون تحكم في ويندوز باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح التقليديين وليس شاشة اللمس وشعروا أن ويندوز 8 كان خطوة إلى الوراء تم إصدار 8.1 ويندوز كنسخة تحديث مجانية لنظام تشغيل ويندوز 8 في أكتوبر 2013 عادة 8 ويندوز 8.1 تقديم زر إبدأ ستارت الذي أظهر شاشة إبدأ من عرض سطح المكتب نظام ويندوز 8.1 ويمكن للمستخدمين أيضاً اختيار دخول مواجهة إلى سطح المكتب ويندوز 8.1 والذي كان أكثر ملائمة لمن يستخدمونها كمبيوتر سطح المكتب مع الماوس ولوحة المفاتيح من شاشة البدء التي تركز على اللمس إذن هي محاولة لتفادي عدم الإقبال على شاشة لمس فقط وإنما على شاشة تدعم الكيبورد والماوس بشكل أكثر وصولاً إلى ويندوز 10 تم الإعلان عن نظام ويندوز 10 في 30 سبتمبر 2014 كأصدار تجريب المستخدمين المتحمسين لتجربته وتم إصداره رسمياً في عام 2015 تم توفيره كبديل مجاني لترفقية من 8.1 لفترة محدودة وعادى قائمة إبدأ والمزيد من التوازن لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية التقليدية تتضمن القدرة على التبديل بين وضع لوحة المفاتيح والماوس ووضع الكمبيوتر اللوحي وتم تصميم ويندوز 10 للتوحيد جميع أنظمة ويندوز الأساسية عبر أجهزة متعددة مثل ويندوز فون والأجهزة اللوحية مع تطبيقات عالمية يمكن تجزيلها من متجر ويندوز وتشغيلها على جميع أجهزة ويندوز إصدارات ويندوز كما ويوجد إصدارات مختلفة حسب الحاجة والأمان والاستخدام والأجهزة المستهدفة ونتكلم عن الويندوز بشكل عام فهناك الأعمال Home Edition و Professional و Enterprise للمؤسسات و Education للمنشاعة التعلمية كما يوجد نوعاً من إصدارات الويندوز نسخة 32 بيت ونسخة 64 بيت تستطيع تعرف على رقم إصدار الذي تكون من أربعة أرقام YYMM العام والشهر ومثلاً عندما نقول 15-07 تعني في شهر 7-2015 هذه أبارة عن شريحة تعرض نسخ ويندوز للحاسبات الشخصية ونتكلم الآن عن مميزات ويندوز 10 من أكثر أندمت ويندوز نجاحاً واندشاراً واستخدم على مختلف أنواع الأجهزة عودة قائمة إبدأ بميزاتها الجديدة وهي دمج قائمة إبدأ في الإصدار ويندوز 7 وشاشات العرض Tiles في ويندوز 8 تكامل Cortana وهو مساعد صوتي رقمي مثل Now Google, Alexa Bixby, Siri كل هذه أبارة عن برامج تعرف على الصوت وبالتالي تستطيع أن تخاطب الجهاز بصوتك ليقطعها أوامر مثل Open Calculator Surge on the Internet وهكذا يقوم بتنفيذ مجموعة وظائف مثل البحث وفتح تطبيقات وملاحظات وتشريع الملفات أيضاً ظهر متصفح الإنترنت ماكسروفت إيج والذي له ميزات أحدث من إنترنت إكسبلورا مثل ملاحظات الويب إضافة الملاحظات والكتاب على صفحة الويب المشاركة المدمجة مشاركة الصفحات كرابط أو صورة اندماج كورتانا للمساعدة الصوتية في البحث عرض القراءة المدمجة لإخفاء المحتوى والتركيز على المحتوى الرئيسي وقراءة النص والتالي قد تظهر في صفحة الويب أمور كثيرة ولكن للتركيز على فقط نص الرئيسي في الصفحة الويب يمكن عرض القراءة المدمجة أيضاً عرض المهام للتبديل بين التطبيقات وعرض التطبيقات في طريقة عرض دائمة مثل العديد من أسطح المكتب الإفتراضية إصدارات Windows 10 الإصدارات الأساسية متاحة كمنتج مستقل يمكن شراءه من نقاط البيع مثل Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro for Workstation وهناك إصدارات للمنظمات أو المؤسسات التجارية والتعلمية مثل Windows 10 S, Windows 10 Education, Windows 10 Pro Education, Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise LTSC, Long Term Servicing Branch وهناك إصدارات خاصة بالأجهزة Internet of Things مثل Windows 10 Internet of Things Core, Windows 10 Internet of Things Enterprise Windows 10 Internet of Things Team Windows 10 Internet of Things Mobile Enterprise ومفهوم Internet of Things هو مفهوم جديد يتضمن أن إنترنت الأشياء التحكم في الأشياء بوسطة الإنترنت هناك الإصدارات المتوقفة وهي إصدارات تم إيقاف تطويرها ولن يتحديث تها في المستقبل القريب مثل Windows 10 Mobile, Windows 10 Mobile Enterprise إلى هنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم هناك مجموعة من الأسئلة التقييم الذاتي التي أتمنى أن تقوموا بالإجابة عليها لكم مني كل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته